الإدارة الأمريكية أسهبت كثيراً في هذا الوضع فقد تركت الإدارة التي غادرت البيت الأبيض في يداير العام الماضي تركت قراراً بوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب ولم تستخدم هذه الإدارة حتى وإن كانت لها وجهة نظر مغايرة لم تستخدم ذلك القرار للضغط على الحوثيين للالتزام بالقانون الدولي والالتزام بواجباتهم نحو السلام ونحو شعبهم وعدم الاعتداء على الدول الجوار واليوم تراجع هذه الإدارة خطأ فادح وقعت فيه لأنها تعيد التفكير في وضع الحوثيين في قوائم الإرهاب